تقي طموحات سوسا ورؤى ويجتمع تخصصي البيولوجيا وإدارة الأعمال لإنجاح مشروع مؤسسة ناشئة ومن هنا بدأ تجديد تربية وإنتاج طحالب سبيرولين في بيئة شجعتهن على ذلك فما هي هذه الطحالب؟ هي نوع من الطحالب دقيقة يعني لتكون بين بكتيريا وبين طحالب لعندها العديد من فوائد خاصة في التغذية لأنها غنية بالبروتينات فيها 70% من البروتينات فيها بيتا كاغوتان تناول 18 جزارة ستعادل كذلك تناول قطعتين لحم تعمية قرام هدفنا الأول والآخر هو التنمية المحلية والغاية هنا هي أن ندمج سبيرولين في تقافة المستهلك الجزائري هذه القيمة الغدائية العالية لطحالب سبيرولين تلقى اهتماما متزايدة لدى المستهلك ما فتح أفاقا أمام طالبتين لتحويل هذه المادة واستغلالها في أغذية متنوعة باستهداف الرياضيين وكذا المرضى لتعويض نقص التغذية كانت مسؤولية اجتماعية تلك القيام وشيها؟ هدو قادي كان دي كليون بار اوپورتونيتي كان دي كليون بار نيسيسيتي دلنا سبيرولين بعد دلنا وسعنا اللقام دو بخودوين دلنا سباقيت بسبيرولين بركوكس بسبيرولين الرز بسبيرولين المقرن بسبيرولين مشروع سوسا ورؤى يهدف إلى دمج سبيرولين في ثقافة النظام الغدائي للمجتمع الجزائري ولم لا توسيع الفكرة لاستغلالها في مجال تجميع